شو ساير في بلادنا أكيد الانتلاقة بتونسي وقوته اليومي شو اللي ساير معاه فقدين بعض المواد وهذا اللي الكلم اللي يحدث البرح في قصر كرتاج ونستقبل رئيس الجمهورية قيسة صعيد مساء السابط 20 مايه 23 بقصر كرتاج وزيرة التجارة وتنمية الصاديرات كالثوم برجب اتناول لقاء مسألة ندرة الخبز في عدد بالولايات على غيرار القيروين وسلينا واللي تعود الأسباب حسب رئيس الجمهورية إلى سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية العمل على افتعال الأزمات من غير المقبول اللي يتوفر الخبز في ولاية من حين التوفر في الولايات أخرى مجاورة وأيضا في حسب اللي قاله تم التعرض إلى فقدين بعض المواد الأخرى ندرتها في بعض الجهاد من البلاد على غيرار القهوة والسكر على سبيل المثال بسبب الاحتكار المضاربة غير المشروعة سيطرت بعض الليبيات على مسالك التوزيع بغاية التنكيل بالشعب على حد قوله أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة أنه تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤوليتها كاملة لوضع حد لهذا الوضع ولهذه الممارسات في ما قاله البارح في لقاءه بوزيرة التجارة والتنمية الصادرات كالثوم برجب مقابلته بها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس السبت نمشي جهويا ونحكي تحديدا في ولاية نابل ومدير التجارة بنابل اللي أكدوا أن أصحاب محلات قاعدين يعتمدوا في سلوكيات معينة أهمها إخفاء السكر عليش بشي بيعوه في المسالك غير القانونية هذي اللي أكدوا المدير الجاوي للتجارة بنابل سامير الخلفوي يعني عمليات التزود بالنحكيه على الزيت المدعم والسكر اللي فيهم الحد التوى افتراب كبير بسبب الاحتكار والمضاربة تعال الخلفوي إلى ضرورة الالتزام بشفافية المعاملات التجارية خاصة بعد تسجيل تلاعب كبير في مادة السكر وتعمد بعض أصحاب المحلات بها بالمسالك غير القانونية للاستفادة من الفرق في الثمن والمصدر ذاته يقول أن الفرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية حاجزت كمية مهمة من مادة السكر بعض رصد عديدة لمخالفات تحديدنا نحكيه على ولاية نابل وين نورمان مو يقع من بعد تلقاوها في الأسواق فيما بعد باش علقيلها ما يصيراش الاحتكار لمادة السكر وزيت المدعم نحكيه على الوطن القبلي تحديدنا ونمشي من نابل إلى القصرين في نفس الإتار تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية تصاديرات بالقصرين بالاشتراك مع فرقة الشرطة البلدية بالجهاية يوم الجمعة من الكشف على مخزن عشوائي بمعتمدية تسبيت له يحتوي على كميات من المواد الغذائية المدعمة ومواد أخرى نحكيه على قديش بالكميات 248 كيلو مادة السميد والفارينة 50 كيلو سكر 20 علبة قهوة 40 إترة من الزيت 912 علبة عصير و120 علبة مو بيت حشرات أكهو لسيزون بشي كثر استعمالها فيما بعد ما كنت تعرفون حضروا روحنا للسيفة وكعليش يصير الاحتكار فيها هي أيضا السلعة هذه مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة يؤكد لقواة وكيلة تونس إفريقيا الأنبياء أنه تم حجز الكميات المذكورة حجزا فعليا رفع مخالفة اقتصادية ضد الماسك متمثلة في مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون أن تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة على معنى المرسوم عدد عشر لسنة عشرين عشرين المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار وكذلك مخالفة اقتصادية من أجل مسك المنتوجات المجهولة المصدر وبين أن العمل هذه تمت في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروع اللي نشهد فيها الفترة هذه بالتحديد ولو أنها ما تقطعتش بالكل لسيف لشتي وخاصة الفترة هذه إذا كان نسمع بأي مادة معينة يعني مقطوعة مش مقطوعة قيل فيها افتراب نوعاً ما في السوق ويزيد عدد يكثر عليها تكثر عليها اللهفة وبالصفة هذه تولي ما هيش موجودة كليين وهذا اللي ساير في عديد الولايات في بلادنا ومش نقعد في القسرين في خبارنا الأخر فيما في تكشي المهم ربي هذه مخلاق نقعد في القسرين ويتم حجز أكثر من أربعة مليون دينار من العملة الصعبة في مكنة الوحدات الأمنية بأحدى المناطق الحدودية من ولاية القسرين من حجز مبلغ مالهم من العملة الصعبة قدرة بحوالي أربعة مليون دينار وفق ما أفعد به وكيلة الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقسرين سلحدين الراجدي ووضح راجدي في تصريح لمراسل ديوانة فيم بجهة أن العملية تمثلت في محاولة شخصين يحملين جنسية جنسية دولة مجاورة إدخال المبلغ المذكور إلى التراب التونسي خلصا وعندما تفطنت لهم الوحدات الأمنية لذا بالفرار رحول التراب الجزائري أشار المصدر ذاته أنه تم تحرير محظر في الغرض وحجز المبلغ المالي وإحالته إلى مصالح البنك المركزي بعد إذن من النيابة العمومية هذا كنت شايفي مخص دورتنا اليوم في بعض الأخبار الجهوية والانتداقة كانت بنا في دورتنا من قصر كرتاج المحاولات اللي نشوفو فيها المهم فيما يخص الاحتكار متواصلة في بلادنا كل مرة تسمع بمادة فيها مشكلة فما افتراب هاو الماء هاو السكر هاو القهوة هاو السميد هاو الفرينة المهم طوى المعانيتة ذاية طوى ورانا قداش فترة طويلة من أشهر أو أشهر وإذا كان زيدا قادمين على موسم سياحي كبير وأكيد مواطنين بالخارج بشلتحقوا زيدا ببلادهم في فترة مهمة ومهمة جدا الممارسة ذاية مخيبها زيدا كي تظهر بختو وتولي عادة دور التصوير هاديك هاو هاو توريستي لوج على درشنوة ملقاهاش لبوزة ماي هاو عليش معنا واحنا بيدنا نعانيه زيدا كاتوينسا في بعضنا في الأخر بالكل قد ما صارت معناها من أحكام جزرية من يعني بعض الصرامة اللي شفناها في وقت من الأوقات وباقي شيء الممارسة هي هي صعيب معنا حتى احنا في بعضنا مايش نلقاو الرحمة في رواحنا لويش هذا كله ماش نربح وربح زيد وما تعرش عليه من الأخر بالكل حرام ورزق حرام حرام زقوب نعاش في الأخر كيفاشها كنوصل ونعملوا في بعضنا أكيد كي تلقاو معناها ناس وقفة للبلاد وفرق المراقبة اللي تخدم على رواحها ما نجمو كان احنا نثمنوا الخدمة هذه ونشجعوها ونقولوا راهي بلادنا قبل كل شيء فوق كل اعتبار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة